بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان مرا وحشتوني يلا يست الكل ورا وقلم وكتبي ورايا ولا تحتاري ولا تتعبي مني والاسبوع النهاردة سهل وخفيف وكمان هيكون بسيط عليك اول يوم حبيتي اللي انا ابدأ به كده اكلة حلوة تكون الولاد كلهم بيحبوها هي ايه هي حلت بسلة كده باللحمة وكملت شوية رز بالشعرية ده كده كان اغدانة اول يوم في المينيو النهاردة اسكت بقى بعد كده لا انا لازم افكر بقى واعمل لهم اكلة كده برضو تكون حلوة تنفع للعشة تنفع للفطار واسهل على نفسي موضوع العشة قمت جاري جبت بتين جبت شوية دي وشوية لبن شوية زيت على سمنة وعملت احلى قالب كيك بالشكل دوت كده والله عايز اقولك اللي انا عملته بالبركة من غير ما اديره ومن غير اي حاج كسرت البيض ونزلت باللبن من غير ما صبه في الكوباية وكذلك الزيت والديق وتلع بالجمال والحلاوة دوت كده حبيت اللي انا اعمل ماكس بين الشوكولاتة والفانيليا وتلع جميله زي العسل لاستخرج من الفرن دلوقتي عايز اقولك باجا بكوباية شاي بلبن كده وخلاص خلصنا من العشا ومن الفطار ودوت كان ايه اكلنا اول يوم خدي فكرة ونفزيها بكرة واكتبي وراي تاني يوم في المينيو اعملنا عدس العدس بقى وجمال وهو احلى وقت تعملي في العدس الايام ديت بيكون حلو كده وجميل وزي العسل وكمان بيدفي اما لو عنديك حد مش بيحبه شوية بطاطس محمرة وحط الجبنة جنب العدس ويبقى كده اكل شعب النهاردة سهل وخفيف جدا العدس بقى عملت جنبي ايه يا طرى عملت اكل ايه بعد العدس ده وتيب بني وبينك انا عندي كيكة فايدة من مبارح طيب اعمل ايه اعمل ايه قعدت افكر كده شوية لحد ما قلت لا ما بديهاش بقى كفية لحد كده احنا نشتري 2 كيلو برطقونة على 2 كيلو لستفندي وبتاعنا بتاعي النهاردة طب العشا انت عملت ايه ما عملتش حاجة حمرت لليولاد شوية بطاطس وحط الجبنة وخلاص على كده بحاول على قد ما اقدر اليوم يكون كده ويوم يكون كده علشان خاطر بس الاميزانية تزبط معينا انت كاملة وعملت كده هترتاحي وهتلاقي الموضوع بالنسبة لك سهل وبسيط جدا اللوستفندي والبرطقون كتير جدا في السوق دلوقتي تقدر الي انت كيلو من كل نوع واليوم يتقضى والحمد لله تلت يوم بقى في المينيو عملنا ايه عملنا بربع كيلو لحمة اكلة عموها يجنن عملنا العرق بطريقة سهلة جدا 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 وكمان باللحمة المفرومة يعني لو انت هتروح تجيبيه من عند الجزار هتجيبيه على اقل كده اتنين كيلو اتنين كيلو وكسور لا احنا عملنا بقى بقى اقل الامكانيات وعملنا جنب شوية رز اصفر لزوم الحركات يعني وكنا واتبسطنا وشوية صلطة التحينة لا مش صلطة التحينة دي دي صلط السوس بتاع البكاتة وصلطة التماطم ويبقى كده تالت يوم خلص معانا والحمد لله تعالي نشوف بقى الحلو بتاعنا بتاع تالت يوم عملنا في ايه طبعا كان عندي بقى ايه كان عندي عيش بيت كده من قبلها بيوم رحت طلعت العيش البيت دوت وقلت لا ما بديهاش احنا نعمل بوصفك جنن جبت العيش قطعته بالشكل دوت وانزلت عليه بكوباية من اللبن واكيد انت شفت الوصفة لو ما شفتهاش هحطها لك في اول كومنت مسبت كل الوصفات هحطها لكم هحطها لكم في اول كومنت مسبت ان شاء الله بص بقى هنا العيش بدأت اللي انا قبله باللبن واللبن دوت صخر ويبعد كده هنزل بقى تدرجيا كده بشوية حاجات معلقتين من السكر عليهم معلقة من النشا وكمان معلقتين من دي السميت لا ما حطتش سكر يبقى معلقة من النشا معلقتين من دي السميت معلقة صغيرة من البيكن بودر معلقتين من الزيت قلبتهم كلهم مع بعض وتعجنوا كويس جدا وطبعا هبدأ اللي انا اشكلهم دلوقتي خلاص دلوقتي بقت العجينة معايا ما بتلزقش في الايد ولمتها بقى الجميلة هبدأ بقى اللي انا اشكلها لشكل اللي انا عايزي انا هنا عملتها زلبية بص كده بسم الله ما شاء الله طلعك جميلة وزي العسل وتستاهل بقى اكلة سهلة وسريعة وكمان حلوة اوه وعجبة الولاد جدا هحمرها بقى في شوية زيت ويلا بقى عادة التدوير تبدأ اللي هنا تشتغل واعترمي حاجة الحاجة اللي انت مش محتاجها دلوقتي هتحتاجيها بكرا ان شاء الله هستنال حد ما تتحمر وبعد كده هتطلحها بقى وحط بقى على وشها سكر بودرة سوس فراولة سوس شكولاتة عسل نحل شربات عادي ممكن تعمليها على النار على كوباية من السكر عليها كوباية من المية وخلاص على كده وعصرة اللمونة طبعا تعالي بقى بعد كده بعد ما خلصت الكمية كلها تعالي نشوف مع بعض اليوم اللي بعد كده يا طرى الاكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي هنا كنت بورهالك بسم الله ما شاء الله جميلة حبتت على وشها بقى ايه سوس من الشوكولاتة وهنا مرضيتش اللي انا اعمل عسل يعني فحطت عسل ابيض خلاص دلوقتي بقى الجميلة وزاي العسل جربيها بس وهتدعيلي والله طبعا انا اي حاجة بقول لكم عليها بكون مجربوها قابليها يعني لو الوصفة بزت مني ما بنزلهاش اصلا تعالي نفتحها كده من جوة ونبص عليها مش مكتومة ولا اي حاجة هشة كده وجميل تعالي ندخل على اليوم اللي بعد كده واليوم اللي بعد كده احنا كان لحمة في اليوم دوت لا احنا نعمل بقى اكل شعبي اكل شعبي من العيار التقيل اللي هو بيعدل المزاج كده ويخلي الدنيا ايه تمام عملت ايه طلعت ايه قلب التونة وحمرت شوية بطاطس كان عندي عجة في الفريزر اللي هي الطعمية يعني طعمية نية عملتها كده قرص طعمية كبير وحمرت شوية بطاطس شبسي وشوية بطاطس صوابع عملت جبنة بطماطم حطت فلفل وخيار وكمان لفت وبصل اغدر بس كده ده كان اكلنا النهارده اكل شعبي طعم ويجنن سهل وبسيط وحاجة كده على قد الايد طبعا بما ان يعني اكلنا اكل شعبي فكمان شوية اكيد الولادة هيطلبوا اكل والاكل خالص مفيش بقى حاجة لانا احطها لهم زي الرز على الخضار والكلام ده فقلت لا احنا نعمل صنية كيكا بقى علشان خاطر اللي يجوع ياكل كيكا او سندودش جبنة يعني بس ايه علشان خاطر احنا متغذين متأخر شوية فقلت الكيكا تبقى حلوة يعني كده لو شربنا كوب بيت شاي بلبن وانتو عارفين الشيطة يعني كيكا والكيكا يعني شيطة عملت احلى كيكا بالبرتقان وطبعا كان عندي برتقان فايد بقى من ايه من البرتقان اللي احنا كنا جايبينه مع بعض هي برتقانية واحدة ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده قلت بقى دا اللحم بما اني اكلنا اكل شعبي فدا اللحم بقى النهاردة ونعمل ايه نعمل شاشتة ووك سهلة وسريعة وطعمه حلو جدا من كيلو واحد بس عملت كمية كبيرة زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله كله كل واتبسط عملت جنبيه حلت ورق عينب صغيرة كده وجميلة وكمان كان عندي شوية لحمة مفرومة في التلاجة عملتهم صنية رؤاء باللحمة المفرومة يعني قلت اده اللحم بقى وابسيتهم دا كده بقى الاكل بتاعنا النهاردة تعالي ندخل على اليوم اللي بعد كده ونشوف اكلنا ايه بس انا ما عملتش بقى ولا حلو ولا اي حاجة خالص عندي بواقي كيكة وعندي البرتقان واللوستفاندي لسه موجود فمرضتش اللي انا اعمل اي حاجة خالص اليوم اللي بعد كده يعتبر اكل شعبي بس مش شعبي قوي لاني بقت الرنجة مكلفة دلوقتي فكنت بعمل المطبخ وبوضب ومش عارفة ايه ومزنوقة والوقت سرقني فجبت رنجة ونضفتها وقاعدنا تغدينا والحمد لله وطبعا بقيت اليوم اسكت بقى كده وعد لأ قلت اعمل شوية ارقيش حلوين كده للولاد منهم يتعشوا منهم ومنهم كمان يفطروا حاجة بتبقى سهلة كده وجميلة والمعجنات في البيت بتملى البيت خير وبركة وكمان بتحس كده اللي انت بتوفري في الميزانية شوية مش بتحسي ده انت بالفعل بتوفري في الميزانية انت لو رحت جبتي بس ربع كيلو من القرائش داية من الفرن ربع كيلو دلوقتي داخل في عشرين جنيه لا انت بالعشرين جنيه هتعملي كيلو كامل بعد كده اليوم اللي بعد دي طبعا احنا قضيناها بقى رنجة لأناكل اكل شعبي فالنهار دا عملت ايه بقى عملت كده بطاطس كان عندي بطاطس مرضيتش بقى اللي انا احمرها عشان اوفر شوية في الزيت سلقتها وهرستها بقى كده وحطت على وشها بقى معلقة سمنة بلدي وشوية ملح وفلفل اسود وكمون ولو انت عايزة شط حطي ووي طلعت جبنة وحطت خيار وفلفل وكمان عملت بيد املت وشوية طحينة كده للي حابب يأكل طحينة يعني جنب البيض طبعا التحينة اختيارية مالهاش علاقة بالموضوع بتاع النهار دا خالص وشوية مخلل بقى من اللي احنا مخللينهم مع بعض وعيش بلدي بقى جميل كده سخني كده وزي العسل واكلتني النهار دا سهلة وبسيطة ونختم بيها الاسبوع عشان نبدأ اسبوع جديد باكل جديد بحاجات حلوة وافكار جديدة ان شاء الله بازن الله يلا يست الكل ولا تحتاري ولا تتعبي وورقة وقلم واكتبي كل الحاجات اللي احنا عملناها النهار دا ومش شرط تمشي بالتدريب امشي كده معايا بالورقة والقلم شوف الاكل اللي تنسبك ايه والولاد نفسهم فيها ايه واعملها لهم بس يبقى عندي كده فكرة تعمليها بعد كده بقى كان عندي شوية ايه ارقيش فايدين من اليوم اللي قابليه فطبعا قلت اعمل بقى جنبهم كده حاجة تكون سهلة وصريعة كده والولاد برضو ايه ياخدوها معاهم المراجعات يعني وهم رايحين المراجعة فقلت بقى اعمل لهم شوية ايه منين بالعجوة كده او ارقيش بالعجوة بس عايز اقولك بقى لانا محطتش مادة دهنية كتيرة يعني انا عملتها بالزيد طلعت خفيفة وتعمها حلو ويه ديت بنقول عليها في الفرنة اسمها كعب الغزيل عملت كده شوية الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول مش دول بس لأ ده في صنيتين تاني مش للدرجو دي يعني مش هقوم عاجل نص كوباية دقيقة لأ عملت حوالي تلات كوبايات وتلاعج جميلة وزي العسل حطيت على وشها شوية لبن وبعد كده السمسم وهدخلها للفرن تعالي نشوفها دلوقتي بعد ما خرجت من الفرن عايز اقولك تستاهل بقك نعمة وطرية وكلها حنية بس كده خلاص ده المينيو بتاع الاسبوع خدي فكرة ونفزيها طول الاسبوع واستني المينيو اللي جاي بتنسيش تحط اللايك وتصلي على الرسول في الكممنتات وتقولي لي رأيك وسلام عليك ترجمة نانسي قنقر